أمنياً الآن تنسق الشرطة الدولية الأنتر بول مع مصالح الدرك الوطني من أجل الوصول إلى عناصر الشبكة الدولية التي قامت بتمرير كميات كبيرة من الأسلحة عبر أربعة دول تركيا، ليبيا، تونس، وصولاً إلى الجزائر وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار فإن التنسيق الأمني بين الطرفين يسير نحو توقيف عدد من العناصر المنتسبة لهذه الشبكة الدولية من أجل الحد من نشاطهم في كل من تركيا، تونس، وليبيا وأشار ذات المصدر إلى أن التحقيقات امتدت إلى التحقيق مع أفراد آخرين في إحدى الولايات الحدودية مع تونس قصد الحصول على المزيد من المعلومات